اشتركوا في القناة كنا لسه بنقول قبل الفقرة المجتمع البشري بطبيعته بس هتصححني بقى عشان ده تخصص هو طول الوقت يقف امام كل ما هو مستحدث او جديد لانه يجهله فبيكش وانا من دعاة انه هو نكش ليه احنا نقتحم الموضوع ونطور نفسنا بما يتطفق ونتعامل ونتكيف وما الى ذلك احنا مقبلين على فصل دراسي جديد مقبلين على مناهج مطورة هنتعامل معها ازاي في النطاقين اولاء الامور والتلامسة طيب في البداية برضك عشان نصح المفاهيم تطور المناهج بدأ من مرحات الكيجي والنطور واصل الان الى الصف الخامس الالتدائي واخلال السنوات القادمة هيخش على ستب ندائي في المرحات الثانوية المرحات الثانوية ما حصلش تطور في المناهج لكن حصل تطوير في نظم التقويم اولي امتحانات الانتحان بقت بتيجي بتقيس عمليات عقلية وعمليات ابداع وتفكير ابتكاري وكلا فمن هنا حصلت مشكلة بالنسبة لامتحان السوية العامة ارجع تاني ليس سؤال حارتك عن تطوير المناهج وصدمة اولاء الامور في البداية العملية التعليمية بحكم ان هي بتخص شريحة كبيرة من المجتمع المصري فبالتالي فيه هنا العين عليها بشكل جديد جدا فيه قلق وتوتر بين اولاء الامور وبالذات لدى طلاب اولاء امور طلاب صف الرابع والخمس اللي دا ليه طورنا المناهج طيب التطوير دا حاجة وحشة ولا كويسة التطوير دا قولا واحدا ممتاز وبرأي متخصين ان هو ممتاز حتى الناس بطوير اسازة الجامعات فيه اقسام العلوم ورياضيات واللغة الانجليزية كلهم بطفقوا ان هو منهج مطور وجميل جدا دا منهج عالمي طيب هنا فيه سؤال هل اولاء الامور راضيين عن نظم التقويم القديمة والمناجل القديمة المناجل القديمة دي او سيد جوسف كايب بتشجع الحفظ الصم وبتخرج لطالب مش فاهم حاجة واحنا كنا بتشوف في التصنيفات الدولية للتعليم كانت مصر تحتل لمكانة متأخرة فهنا الدولة المصرية مصرها في وزارة التعليم كان لها وقفة كويسة جدا في ان هي عملت مناج عالمية مناج دي اتعرف فكرة مناج عالمية وبدالرس العالم سواء العالم طيب المنااج دي اتفيها فكرة اسمها التكاملية يعني التكاملية اللي انا مدرس الرياضة بشكل منفصل والعلم بشكل منفصل واللغة انجليزية بشكل منفصل لا يا فنم اعمل حاجة اسمها التكامل بين العلم المختلفة بحيث ان انا اكسب الطالب نظرة كلية وتكاملية لاي موضوع اي قضية في الكون اخليها تناولها من زاوة العلوم من زاوة الرعليات من زاوة الرعاة الانجليزية الى اخره فمن هنا بعمل حاجة اسمها تفكير كلي كتلي بدل التفكير التجزيئي التفكير التجزيئي اللي انتها زمان كان بيعارض عملية الابداع الابداع ده يعني بيقوم على التفكير الكلي طيب هنا وجهتنا بعض صدمات زي ما حركت افضلت قلت في البداية مشكلة صدمة الجديد دي عملية نفسية مليون في المية العملية النفسية بتقول ان الانسان لما بيشوف اي حاجة دي ده عليها بيرفضها رفض داخلي ليه؟ عشان هو مطالب في هذه الحالة ببزل مجهود مضاعف عشان يعمل عملية تكيف مع الجديد خلي برحرك التكيف مع الجديد بعد ما نتعاود معنا الجديد ده هتبقى عادي اي حاجة جديدة في البداية بتبقى صعبة في التكيف الانسان بيرفضها عشان هو عارف ان هو حيفز الجهد معين للتكيف معي بمجرد ما هو يتعاود عليها خلاص الامر بقى عادي طيب هنا منايج رابع وخمسة اوفيق اشكاليات من افندم مثلا ان هو ضخامت المنايج بالنسبة للخطة الزمنية بتاعت الفصل الدراسة سواء الاول او التاني طيب فيها مشكلة تانية مثلا افندم فيها مشكلة ان في بعض المفاهيم المصالحات بحكم ان هي منايج عالمية اللي تلاقي من بيئة مصرية الطالبة ما يقدرواش يلاقها في بيئة مصرية حيوانات تسمية حيوانات او نباتات موجودة مثلا في امريكا فبالتالي من الصعب ان الطالب يشوفها او يحسها من هنا نشأة الصعوبات لكن في كل الاحوال مع تعود المعلمين على شرح هذه المناهج وتمكنهم منها تعود اولاء الامور مع هذه المناهج وتمكنهم منها هتلاقي العملية دي بقى عملية طبيعية وأولاء الامور نفسهم هم هتماسكوا بيها على فكرة معظم أولاء الامور رافدين للمناهج جديدة من جواهم بيقولهم ان هي مناهج ممتازة طيب يعني حتى على مسألة هيبقى فيه مش عارف انواع من الفصائل الحيوانية ولا النباتية دي موجودة في قرات اخرى وبعيدة اظن مع وجود الانتقال ونحن كنا نعمل ايه يعني احنا موليد 75 نحن كنا غلابة جدا ونحن كنا نعمل ايه فكل حاجة بقت موجودة خلاص اسم الحاجة بتتحط بتلاقي مليون صورة ليها ومليون وصف ومليون شرح وتفصيل وتشريح وحاجة عظمة يعني الاشكالية بقى مش في كده بس يا زيوسف المشكلة فيه ان المفهوم الرئيسي يطالع منه مفهوم فرعية ومفهوم الفرعي يطالع منه مفهوم فرعية تانية فده بيعمل حياة فعلم النفس اسمها العبء المعارفة على الطالب ربنا خلق الطالب ومخ او الانسان بواجه عام بيبقى ليه حاسمها سعى معارفية زي الكوباية دي بتسع مقدار معاهم من المعلومات لو انا زودت في المعلومات المية دي هتطلع بره الكوباية هو ده الحاصلة فاندم المفهوم دي عايزين منه مفهوم فرعية 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 فده بيشتت وبيعمل عيبة معارفة على الطالب من هنا بيشتكى اولا الامور من كثافة المناهج بالنسبة لي الفترة الزمنية لو الفترة الزمنية طويلة ومتدة على فكرة المناهج دي هتبقى متاذة وما فيش حد عيشتك خالص لانه زي ما حاتك لسه قيل المناهج دي زي المناهج بتاعت بره بالزبط افن وانا الطالب بتاعي ما هواش اقل عقليا في امكانياته وقنراته من الطالب اللي براه بالعكس بالزبط كده بدليل ان احنا اساتزتنا ودكاترتنا وباحثينا اول ما بيسافروا بره بيعلموا تفوق على طول يعني ينور جميل جدا يعني المسألة مرتبطة بالمدة الزمنية بالزبط ده جانب من حل المشكلة او من المشكلة نفسها ضيق الفترة الزمنية وعايز اقول لك وعايز اقول الحركة على الحقيقة عزيزي مصرف في نظرية فعلم الناس كبيرة جدا اسمها نظرية العدوى النفسية اوكي ايه بقى نظرية العدوى النفسية هقول لك المسألة بسيط لو حركة روحت اي مثلا مارسة فيها كي جي وانو مثلا وعياء لسه داخل الفاصل وكده لو طفل واحد عيط هتلاقي كله عيط كله على طول اه حتى وهم مش فاهمين ليه السبب نفس الشي على مساوى الكبار لو وليه امر اشتكى حتى كل اولاهم اشتكوا زيه حتى لو ابنهم ما بيعانيش من نفس المشكلة دي تمام وده الموجود مثلا في بعض جروبات اولاق الامور انا المشارك في بعض جروبات اولاق الامور بحكم المتخص بس يشيرون في بعض الامور يا فندم بلاقي وليه امر اشتكى من حاجة ألاقي كل اولاق الامور بيشتكوا من نفس الحاجة عدوى بالزبط كده فمن هنا ده بيمثل نظر من نصات الشكوى لدى اولاق الامور لكن انا هنا لما انا قلق اللبني المشكلة دي انا حصاب عليه انا دوري كولي امر ما اقولش لبني ان ما انا اجل صعبة انا كده ما عليش يعني في اللازم بعلمه العجز العجز المتعلم تمام ايه ايه هو العجز المتعلم اللي انا مهما ذاكر لا ده ابويا اللي هو كبير وامي اللي هي كبيرة بيقول ان ملاج كبيرة وصعبة يبنى مش حاضر السوابها يبنى الديت لابني مبرد اللي بفشل يعني مبرد اللي بفشل انا سقبت ليه عشان انت طول السنة بتقول لي ان ملاج كبير وفعل ملاج كبير مش حاضر السوابها انا عايز بقى الاب والام يمرسوا دور اقصر زكاء في العملية دي ان هما يبقوا مزغ للهدوء داخل البيت داخل الاسرة ان هما يفاهمون الملاج دي كويسة ملاج دي جميلة وحديسة الطفل هنا هيقتنع بيها وهتقبلها وهيقدم عليها غير كده هعمل مشاكل لابني والنفس في الاخر هل دا ينسحب حتى على التلامزة والطلب الاكبر شوية يعني طلبة الاعداد دي طلبة السنة وانا ساعات كتير اسمع الجمل كده بتاعت وبالزد بتوع السنة ويدول سنة مناقضة دولتو مقلقين كده ومتوطرين وعيال متعبة جدا انه ما خلاص ما انا مش هقدر الم المنهج حتى من ايام ما كنت انا في تالتة سنة اسمع الجملة دي مش هقدر ألم المنهج ليه مش هقدر اصلا انا خلاص عرفت مستوية اصل كده كده الامتحانة هيبقى صعب اصلا انا مش هلحق كله الطب اللي كان نفسي فيها نهينا عن انه دايما الحلم الموروث بتاعي طب يا هندسة دا شوية بدأ يتبدد عند الاجيال الجديدة انهما شايفين تخصوصات احسن نتعامل ازاي مع العيل دول طيب انا اختلف محررك الى حد ما فيها هذه النظرة الشبه التشاؤمية بص يا زيوسف انت عندك اعداد كبيرة جدا من طلاف في كل مرحلة تعليمية دا ما يمنعش من زيول بعد هذه الفئة تمام وخلي بالك دا انا دايما اقول فيه مفهوم في علم النفس اسمه التشاؤم الدافعي ايه هو مفهوم التشاؤم الدافعي ان الطالب يكون طول السنوات السابق بينجح وتفوق ويجي السنة الجديدة مع قرب الامتحانات يقول لك انا حفشا رغم ان هو تريد في السابق كله نجاحات ويخش على الامتحان وينجح وتفوق فيه تمام طيب لكن حتة الشكوى ديت وان انا كذا وكذا وكذا لا افنلم دوت يعني بيعمل دا عاملها نفسية يمكن بيعمل السعادة النفسي لدى والديه بمعنى ان هم يتوقعوا الاسوأ فبالتالي لما يجيب احسن من ما يتوقعون يبين حق هو نجاح او انجاز تمام طيب الشكاوى من المنايج بتقل تماما زي ما حراك شايف من اول سنة والدلاي اتغاية تلتة سنة حراك ما تليش حد في سنة تلتة سنة بشكل من المنايج بشكل من ايه من الامتحانات هنا العملات بتعكس في المرحلة سنوات طب ليه بقى هو دا اللي قطبول الحراك عليه في بداية اللقاء ان انا كل المكان الجديد تعودنا عليه اصبح مألوف هنا المنايج كلها منايج بقى لها سنوات يمكن المنايج ديت مثلا بقى لها اكتر من 10-15 سنة فبالتالي ما فيش شكوى منها عشان الناس عندهم خبرة سواء معلمين او طلاب او اولاء امور في التعامل معها فبالتالي ما بتظهرش اي ايه مشاكل لكن اولادنا طبعا في مراحل تعليم مختلفة والله ازي جسد احنا بننقلهم كناس كبار كأولاء امور كراشدين بنقلهم فكرة سربيعة للتعليم لأ افنم انت ازرع في ابنك الطموح عرفوا ان التعليم ده حاجة مهمة جدا في الحياة انه مش هينفقوا بعد كده غير الشهادة بتاعته وكل مرتفع في الشهادة بتاعته هيحتل مكانة اجتماعية قاعدة تمام؟ لكن ما عودش يسفق في التعليم وقوله كذا وكذا وكذا الطالب بيمتص الكلام ده بشكل لا شعوري في داخله وبالتالي بيفقد كل من التعليم في نظره واحدة هنا بنتكلم مع ولاد وبنات لسه غير مكتملي الخبر لسه خبراتهم بسيطة خالص في الدنيا طيب ساعات بنلاقي ساعات نموذج من اولاء الامور اللي بيبقى متخيل انه كده بيشجع ابنه قابلته فيقوله ايه بص السنة دي مش سهلة السنة دي تقيلة المنهج مش سهل المنهج صعب جدا ده هيحتاج منك مجهود مضاعف اركز على المذاكرة اعمل مش عارفين سياسات طول الوقت الترهيب والتخويف وهو متصور انه كده بيشجع ابنه اكتر على المذاكرة بالعكس دلوقتي فيه مفهوم علم النفس الايجابي فيه من نفس التربوء الايجابي اللي انا اركز على ايجابيات ابني وليس على سلبيته يعني مثلا انا دايما احفز ابني ما خوفوش ما عقبوش اكافؤه بمعنى ابني مقصر في المذاكرة مجيش اقوله انت مقصر وانت عم اعملت شو ما عملت شو ما عملت شوف كلام كله سلب ونفي لا يا فندم اقوله انت انجزت كذا وبقيه لك كذا نكمله تمام لو انا كوليه ام كل شوية اقول لابني انت ما عملتش او السنة دي سنة صعبة انا حاعمل عملية تراكم نفسي راهيبة عند الطالب حاعمل عليه السرس نفسي راهيبة السرس ده فندم بيجيب نتائج عكسية بعمله القلق حاسمها القلق المفرط او المفرط اللي انا بوصله لمرحلة عالية من القلق القلق طبيعي جدا عند الطالب عشان هي اده بيزاكر طيب القلق ده لو وصل الى مرحلة معينة دمر الطفل من ناحية نفسية او دمر الطالب من ناحية نفسية انا كاب وكنموذج لابني لازم اكون نموذج ليه في الهدوء بمعنى اللي انا بقاعد راسي بقول لي يا ابني دي السنة عادية جدا وانت كل السنة بتنجح وبتتفوق وما فيش اي اختلاف بينه وبين السنة قبل كده شوف زمائلك بتوع السنة الفاتر كانوا في نفس السنة دية عملوا يقلهم نجح ودخلوا ناصل قليات وجامعات انت مش اقل منهم وما ناجح تبقى جميلة جدا وسنة جميلة جدا لازبط امكانياتك بس اعمل حتعمل لعلي الاسلوب هنا بيختلف الاب والام بالنسبة للطالب في اي مرحلة لغاية السنة العامة بل ولغاية الجامعة كمان بيشاف الاب والام دولت نص الدنيا بتاعته فبالتالي حيكتسب ثقة بنفسهم من خلال كلام ابوية عنه وحيكتسب او حيفض ثقة بنفسهم من خلال الكلام السلبي للاب والام اليه فبالتالي اللي يجب احنا نؤكد على ان احنا الايجابية في التعامل مع ابنائنا نركز على ايجابياتهم ونبعد عن التركيز عن سلبياتهم تمام؟ ونبدينهم الدافع ليه التقدم لسه مراره طب ساعات بيبقى فيه كلام انا اظنه بيحمل معنايين كده مايتفهمش تفهمش هو بيقول كلام ايجابي ولا بيقول كلام سلبي في حالة وليه الامر مثلا فيبقى ابشاء يقوله وهو فول انا هسامنك في ايه اصلا مش هسامنك في حاجة الجملة تبدو ان انا بشجع ابني مثلا انا اخدها بمنطق اللي هو ايه انا لو تقالي الكلام ده هو انت اصدق فعلا ان فلان هسامنك فانت عايزني يبقى زيه انت ليه عايزني يبقى زي فلان الفلاني مش زي نفسي يعني ممكن ابقى انا عندي نظرية مؤامرة مش عال بس انا انا بشوف الجملة دي بقدو من الجمل الملتبسة كده اللي مش مفهومة طيب بص يا زيوسف انا ابني عايش معايا وعارف مسوى قدراته العقلية حين ابني قاد يكون مسوى قدراته عقلية ضعيفة او متوسطة وقاد يكون متفوق ابني لو متفوق اشد عليها لا جدال لا مانع لو لا اه اشد عليه بس بعيدة عن طبعا العنف البدن والكلام ده لا 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 اعوزه بالله اه يعني ممكن همديله كنتين اصحب حاجة هو بيحبها منه تمام هيجيب نتيجة كويسة جدا ممتازة طبعا ما هو اصلا متفوق بزرابت كده ليه بقى عشان هو لو شد حيله هيجيبه المستوى اللي ابوه عايزه لكن لو ابني المستوى لعيف او متوسط لو انا شدت عليها هيجيب نتيجة اخصية ينزل عشان كده كده المستوى مش هيجيب اكتر من روها جايبه فبالتالي هنا اركز على ابني ده بالمكافئات اللي انا حفزه اللي انا كافه اللي انا ديله ثقة بنفسه قوله انت كويس كمل اعمل خلاص انت عملت عليك ما تزعلش الكلام ده كله هينفع معه مساوى الابن اذا مساوى الابن العقلي هو المحدد ليه تعامل الابو والام مع الابن تمام طيب الولد او البنت ايا كانت المرحلة الدراسية اللي هم فيها ساعات بنسمع الجمل بتاعت مهما عملت مش هعرف اجيب الدرجات النهائية مثلا او مهما عملت مش هطلع من الخمسة الاوائل ده نتعامل معه ازاي لا فهم يعني الولد بيحبط نفسه ذاتيا طيب هو بردك ده كله شغل يعني حديث سلبي عن الزت ده هو تعامل من عوامل فقد الثقة بالنفس احنا عندنا في علم نفس المصارح فقد الزت بنسميه السيل في افكاسي او فعالية الزت فعالية الزت دي هتوصقها بنفسه عشان ابنيها احد المصار الرئيسة فيها فاندم هيسمعها الحديث الايجابي مع الزت هي هو الحديث الايجابي مع الزت اللي انا مقولش النفس اللي انا فاشل اقول النفس اللي انا متفوق ان شاء الله هنجح حفز الجهد وربنا هيكرمني حتى لو ما اقربنيش في المرحلة دية هيكرمني في المراحل فيما بعد تمام ابانا الطفل هيكتسب او الطالب هيكتسب الحديث الايجابي مع الزت لما تكون صورته عن نفسه ايجابية نتيجة ناظرة ابوه امه ليه الايجابية لو انا اديت ليه من الثقة بالنفس هيسك بنفسه خلاص ان شاء الله هنجح وتفوق واجيب كذا وكذا وطبعا مش كل ولدنا هيبقوا رسمينهم يجيوه يطلعوا من خمسة الاوائل يعني انت عارف التفوق دوت ربنا خلق حاجة سماء ابن حناء اعتدالي اتنين في المية ببسر متفوقين وبعد كيه بيبقى 64% هم طالبا متوسطين طيب اخر سؤال هفكر فيه معاك بصوت عالي ودي حصلت يعني مبيني ومبين ابن واحد صاحبي عاديد بنتكلم ولد ظريف ودمه خفيف مزهل وتلقائي جد مش فيها كان الحديث على ايه فقاللي انا خوار فبقول له لا يا عم ده انت شجاع ده انت جامد يقول لي انا خوار وابوه اسمه علاء احد عمل بيدحك قلتولي يا ابني انت بتضحك علي ايه وقعد عمل بجاء قلتولي خلص انت مش خواف ده بتهيألك ده انت جاء قوي يقول لي لا انا عارف يا عم انا خواف ايه السبب ان الولد شايف نفسه خواف طيب هو الاول حاجة سنه كم سنة كان زغانطوت يعني ابن علاء كان وقتها عنده قد ايه عنده مثلا بتاع السبع سنين تقريب طيب دي حاجة طبعية تمام لو حركوا بتجيه سنة اكبر كنت يعني كان فيه تفسير تاني دلوقتي دايما فيه سيكولوجيات تربية الاولاد لازم فيه قص معينة لي التعامل معهم وتوقيع السواب والعقاب يعني ابني مثلا ما دي يدو على حاجة اخدها بدون قصد ما جيش اقول له انت حرام قل له حد يقول له ابنه كده ما ده يسعى لكده بقى الحرارة بطول عليه دلوقتي الابني ده شاف مثلا قطة خيف وسرخ قال له انت خواف فكرسه جوال احساسها انا عملت هنا حاجة اسمها عملي انا اسمها وصمة وصمته بلافظ اللي ايه خواف فبالتالي الطفل حتى لو هو مش بيخاف او معندوش الصفة السلبية ديت هيثبتها على نفسه خلاص مبورة كده كده بيقولوا علي ايه انا خواف يبانا خواف عشان كده دايما بننصح العباء ونموهات لما ابنهم يغلط غلطة مش لازم يغسموا شخصيته لا يصف يصلوا كله وارتكبوا في الموقف ده بالذات انت غلطت هنا عشان خدت ديت من غير ما تسأزلنا في فرق جبير جدا بين انا اقول له ان انت حرامي ولا انا اقول له ان انت خدت حاجة بغير ما تغسل انت هنا في الموقف ده انت خفت من القطة وكناه من خاف من القطة في الموقف ده وبين اللي انا اقول له انت خواف لابا انا قلت له الواصمة زي ما اقول له حرارة كده حيسعى ان هو يثبتها في حياة في مبعد عشان كده التربية ديت اوزي يوسف تربية حسسة جدا ودور الاب والام عظيم عشان كده بتصغرب لما نشوف ابا وموات حتى حاصلين على الاعلى شهادات العلمية وبيعملوا ولادهم بطريقة مش كويسة جدا حتى في القناة الاولى قبل يتعجبني انت اللي فيها تنمر تمام جميلة جدا تتكلم على مساوئ التنمر وكيفية التعامل معاه والنتاج السلبية اللي بتيجي من وراء التنمر الزبط يا فاني لا يمكن يكون التنمر من الاب للابن الابن مش هيساوب حتى لو انت بتهرج انت بتهرب هيفتكر ان هو ده حكمك عليه حتى لو ابنك كبير وفي الجامعة وتكلمته طريقة ديت هيفتكر فعلا ان الصفة دي فيه وهيفكر الصفة بنفسه لغا ان هو كبير يبقى احنا نخلي بالنها بالذات في اول سنوات فيه حياة الطفل عشان دي بناء عليها بتشكل شخصياته طول العام نبحسسين جدا في اي لفظة او كلمة نقولها لأولادنا ونحاول دايما حتى اضعف الايمان نخش شبكة اطلنت ونشوف قصة تربية ناسا او تعامل مع الاولاد او مراهقين هلاقي معلومات مفيدة وكويسة جدا باذن الله باذن الله انا عايز اشكر حضراتك اولا جدا 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 اه دكتور واتمنى يا دكتور تامنة حينتقابل كتير لان الموضوع ده بالنسبة لي مهم خصة نحاولتك اشارت المسألة تجمل بالاخلاق دي حاملة عاملها بالمناسبة الشركة المتحدة هتلاقيها موجودة اخلاقنا الجميلة وتجمل بالاخلاق الحاملة الشركة عاملها علشان كده علشان تكرس وتأسس لمسألة مجموعة من الاخلاق والمبادئ والطرق والمفاهيم اللي هي ايجابية وتعود بينا الى اصولنا الحقيقية فتلقيتنا وتركيبتنا كمصرية نورتنا جدا يا دكتور وهنحتاج نشوفك كتير خلق فترة الجاعة ونعمل دراسي شغال والله وغيره محتاجين نحن نشوف حضرتك جدا كل الشكر للدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس انا فعلا بقى ادعوكم لمتابعة الحاملة دي لانها حاملة فعلا مهم وزي ما لفتت نظر دكتور تامر لفتت نظري جدا جدا وكنت احب اشوف الحاجات دي من زمان بسه كويس انها اتعملت ففي الحتة دي الوحب بصراحة يشكر جدا الشركة المتحدة على انها ملتفتة للامور دي والتفاصيل الدقيقة اللي من هذا النوع خلصت الحلقة الحد كده اما زميل العزيز كريم رمزي فهتلاقوا داخل علينا كمان شوية وبرنامجه رقم عشر احنا لو كان لنا العمر نقابلكم بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة